اشتركوا في القناة على نصوص القوانين اللي بيقرها الكونجرس لا يمتلك الرئيس الامريكي صلاحية حل الكونجرس او اعلان الحرب الرئيس الروسي بيمتلك حق اعلان الحرب والتعبئة العامة حل المجلس النيابي تعيين رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته وبيتولى ملف السياسة الخارجية الرئيس الفرنسي بيمتلك صلاحيات تعيين مسئولي الحكومة واهم الادارات في الدولة ومن حقه حل مجلس النواب او دعوة البرلمان لعقد جلسات استثنائية وهو اللي بيرأس مجلس القضاء الاعلى وبيتفاوت بشأن المعاهدات الدولية وبيصدق عليها وليه سلطات استثنائية في حالات الازمات الحد رئيس البرازيلي فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وهو قائد الاعلى للقوات المسلحة وبيمثل البلاد في الخارج وبيعين مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشيوخ ومن حقه سن قوانين استثنائية في حالة الضروة دكتور بشير عبد الفتاح دلوقتي بصلاحيات الرئيس المصري طبقا للدستور الجديد عاملة زي مقارنة بصلاحيات الرئيس اللي مش مصري اللي بدول كتير في العالم حجم الديمقراطية فيها زي حجم الديمقراطية عندنا دلوقتي مش يعني الناس بأينا بكتير ونسي يعني نقدر نقارن نفسنا بيهو لما بنقارن احنا عندنا حوالي 193 دولة في العالم فصعب ان انا اقارن نفسي بال192 دولة الباقين ولكن احنا بنتكلم عن الدستور وعن النظام السياسي وعن صلاحيات الرئيس في ضوء اعتبار محدد وهو الى اي مدى ده بيقترب من الديمقراطية الى اي مدى دستورك ديمقراطي الى اي مدى صلاحيات الرئيس عندك تعكس وضع ديمقراطي وتعكس الفصل بين السلطات وتعكس توزيع وتفتيت السلطات ان ما فيش جهة وحيدة تمتلك السلطات الاكبر هكذا يتم تقييم الامر اللي هو قلب مسألة بتاعت الديمقراطية دي كلها يعني بالضبط مقارنة بالدول الديمقراطية اعتنى موذجين في الديمقراطية في العالم دايما بنقارن بينهم النموذج الامريكي والنموذج البريطاني النموذج الامريكي هو نموذج للديمقراطية الرئاسية او نظام الحكم الرئاسي النموذج البريطاني هو نموذج برلماني بيعتمد على البرلمان بالاساس ان الصلاحيات مع البرلمان ورئيس الوزراء والملك يملك ولا يحكم الحقيقة ان صلاحيات الرئيس في الدستور المصر الجديد مش هنقول إنها مطابقة تماما لنموذجين البريطاني والأمريكا ولكنها بتقترب لإن نموذج الحكمة عندنا في مصر وفقا للدستور الجديد نموذج مختلط شيء من البرلماني يعني شيء من التجربة البريطانية وشيء من الرئاسي شيء من التجربة الأمريكية لإنه من الصعب إن في مصر يبقى نموذج برلماني كامل لإن الأحزاب عندك ضعيفة النظام البرلماني بيتطلب أحزاب قوية حزب ينجح يشكل الحكومة لوحده أو مع حزب تاني أو تالت يعملوا حكومة ائتلافية إحنا مشكلتنا في مصر إنه صعب الرهان على الأحزاب السياسية لإنك ما عندكش حزب قوي يعني الوفد ما يقدرش يكتسح الانتخابات وشكل حكومة ما يقدرش الوفد بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية أو أي تحالف حزب لبرالي آخر وبالتالي الأحزاب عندك لا يمكن الرهان عليها على الأقل في المرحلة دي الأحزاب عدت تسعين حزب ولكنها لازالت أحزاب ضعيفة لا يمكن الرهان عليها لذلك دور رئيس الجمهورية سيظل دورا محوريا في التجربة المصرية إلى حين تنضج الأحزاب السياسية إجمالا يمكن القول أن صلاحيات رئيس الجمهورية اقتربت من النموذج الرئاسي الأمريكي الديمقراطي إن الرئيس الجمهورية ما أصبحش صلاحياته إلهية أو شبه إلهية كما كانت وإنما تقلصت بعض الشيء هل إحنا زيهم بالضبط؟ لا لم نصل إلى هذه الدرجة ولكننا تقدمنا خطوات إلى الأمام في إحداث نوع من التوازن ما بين السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة والسلطة التشريعية للبرلمان والسلطة القضائية اللي بيمثلها القضاء أحدثنا شيء من التوازن لم يكن موجودا من قبل أحدثنا تقليص لصلاحيات رئيس الدولة لم تكن موجودة من قبل مفهوم تعالي نشوف الأول تشكيل حكومة حيحصل إزاي تبقى للدستور الجديد دلوقتي الحكومة كانت تشكل بطريقة بسيطة جداً كان يعني أو هكذا يفهم المصريون كان بيروح رئيس الجمهورية ويقرر إن ده رئيس الوزر بتاعي يجيبه أيو حنجيب مين في كاربا أيو حنجيب مين في جاءة ويقول لك هات ده في الكذا هات ده في الكذا ده طبعا ما تلمسوش ده طبعا بلكش دعبي خلص تكامش من ده ده جازة كذا كذا ده حكومة يلا نطلع في التنفيزيون ونتصور وإحنا بنحلفهم اليمين لكي دي تحصل زي دلوقتي في البداية أحب ألفت نظر السادة المشاهدين إلى إن الدستور بيعبر عن مرحلة معينة من التطور السياسي بمعنى إيه؟ إنه ما ينفعش دستورك يبقى مثالي جداً ديمقراطي جداً لكن البيئة اللي انت عايش فيها غير ديمقراطية الدستور بيعبر عن مرحلة من التطور السياسي للمجتمع وعلشان يتطبق ويكون موضع تطبيق بالفعل ما يكونش مجرد كلام مكتوب في ورقه متطبق أو في كراس لابد إنه يتواكب مع مقدار التطور السياسي اللي عندك حضراتك لما قلت إن إحنا ما تنقلناش من الرئيس المستبد شبه الإله إلى برلمان له دور وسلطة قضائية له دور لإنه حالة المجتمع المصر لا تسمح بهذه النقلة الكبيرة وبالتالي إحنا بنمشي بشكل متدرك وبناء علي قبل كده زي ما حضرتك تفضلت إنه رئيس الدولة بيكلف شخص أنت رئيس الوزراء اختر الوزراء بتوعك بس ما تقربش من الوزراء السياديين الوزر ده قريب من رئيس الدولة الوزر ده صديق أو ده مخفيف وبالتالي خليه ما تقربش منه ده مش هيكون موجود ولكن ما نقدرش ندعي برضو إن رئيس الجمهورية مالوش علاقة تماما بتشكيل الحكومة لكننا دلوقتي بناء على الدستور بالزبط هيحصل إزاي دلوقتي إحنا عندنا نظام مختلط نظام رئاسي جزء من النظام الرئاسي اللي هو الرئيس ممكن يختار الحكومة وجزء من النظام البرلماني إلا إن الحزب اللي بيفوز في الانتخابات البرلمانية هو اللي بيشكل الحكومة هو اللي بيشكل هذه الحكومة طيب إحنا دلوقتي عندنا في صعوبة هو بيشكل حكومة ولا بيوافق لا هو الحزب بيعمل تشكيلة حكومة بيعرضها على البرلمان علشان البرلمان يوافق عليها خلال 30 يوم لازم البرلمان يعني الحكومة تتشكل وتلقي بيانها قدام البرلمان ولازم البرلماندة يعطيها الموافقة والأبروفل من ناحيته حتى يتم اعتماد هذه الحكومة أنا في اعتقادي أن عملية تشكيل الحكومة الآن ستتم بالتشارك ما بين رئيس الدولة وبين رئيس الوزراء لكن المهم إيه كان رئيس الوزراء مجرد سكرتير عند رئيس الدولة لدرجة أنه ما لهش علاقة بالسياسة الخارجية ما لهش علاقة بأي قرار مصيري وأن رئيس الدولة هو كل السلطة التنفيذية كانت في إيده بينما الوزراء ورئيس الوزراء مجرد سكرتيريا لدى رئيس الجمهورية حتى كان في الكلمة الشائعة والجملة الشائعة يقولك إيه بناء على توجهات السيد الرئيس تم اختيارة فلان بناء على توجهات السيد الرئيس تم عمل فلان وكأن الرئيس هو وزير الزراعة وكأن الرئيس هو وزير الصناعة وكأن الرئيس هو وزير الصحة وكأن الرئيس هو وزير التعليم هذه الصغة سوف تنتهي وقد كان طيب دلوقتي لو فرضنا أنه البرلمان عايز رئيس وزراء مش عايزه رئيس يقدر يخليه رئيس وزراء لا البرلمان لو رفض لو رفض انه يمنح الثقة للحكومة الجديدة لابد وان ترد هذه الحكومة يوعد تشكيلها مرة اخرى وتعرض على البرلمان يعني عندي 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 موضوعين عايز رجع لهم بس عايز الوقت يسألك على حاجة تخص موضوع الانتخاب ده الوقت في النظام المصري طول عمره كل رؤوس المؤسسات والمحافظين والوزراء والوزراء كل حاجة كانت باختيار رئيس الجمهورية دلوقتي الموضوع ده حيبقى بالتشاور بين رئيس الجمهورية بالشراكة كده بين رئيس الجمهورية والوزراء وهل البرلمان له علاقة بموضوع اختيار رؤوس مؤسسات لا الحقيقة مش هيكون البرلمان معني بمسألة رؤوسي الجامعات رئيس الجهاز المركز المحاسبات العمد وعمداء الكليات وما إلى ذلك ولكن رئيس الوزراء رئيس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الحقيقة ان احنا لو حبينا نعملها بالانتخاب ده يكون عبء كبير جدا 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 على الدولة مفهوم تخيل حضرتك لو انت بتنتخب رئيس الدولة بتنتخب البرلمان بتنتخب المحافظين بتنتخب رؤوساء الجامعات بتنتخب عمداء الكليات بتنتخب العمد بتنتخب رؤوساء الأحياء يعني يعني العبء اللي بيقف في طريق ان احنا كل المناصب المهمة دي تبقى بالانتخاب عشان نزود رساء يعني نعمق القواعد تحت الديمقراطية دي بتتبني في ثقافة المصريين برضو بقالها بفترة قد كده يعني احنا لسه وكلنا لسه في سنة أولى مزبوط لموضوع رساء قواعد ديمقراطية دي أنا أتفق مع حضرتك تماما ولكن هناك ديمقراطية كما يجب أن تكون يعني زي باي كتاب بيقول باي ذا بوك وهناك ديمقراطية في الواقع أنا شايف انه الى حين الوصول للمرحلة حضرتك قلت عليها ان احنا ندفع التمن ده ونعمل زي أمريكا كل حاجة بالانتخاب في أمريكا او في الدول الديمقراطية احنا محتاجين نفعل مسألة المساءلة الشفافية يعني الى حين نصل الى مسألة الانتخاب كل الناس دي ان المحافظ يكون فيه آلية للمحاسبة والمساءلة والشفافية ده مهم جدا انه رؤساء الأحياء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والعمد والمشايخ وكل الناس المسؤولين لو فعلت آلية للمساءلة والمحاسبة والشفافية والرقابة اعتقد ده يكون دور محوري جدا جدا لا يقل ديمقراطية عن مسألة انتخاب هؤلاء الاشخاص وعايزين هنا في الإطار ده نقول حاجة انه الانتخاب ليس في حد ذاته قلب الديمقراطية او جوهر الديمقراطية بل في الحقيقة المساءلة والمحاسبة ده اهم بكتير الشفافية والمحاسبة والمساءلة والرقابة كل هذه الامور آلية مهمة جدا جدا تجبر المسؤول انه هو يرتفع المستوى ده لن يضير احد ان عسيلي هو اللي يعين رئيس الوزراء او رئيس المؤسسة لو كان كل الناس دول ضمنين كويس جدا ان الشخص اللي اختار عسيلي على الرأس كل المؤسسة حيقوم بدور اولا وحيقوم بدور اولا وحيقوم بيعمل لقيته الوقت وحيبقى مراقب ومحاسب ولو جلت يعني حنعرف كلنا لانه الانتخاب يعني احنا كان عندنا رئيس منتخب قعد لمدة سنة وبالانتخاب وبالصناديق وحر ورقابة دولية وما الى ذلك كانت النتيجة ايه؟ ان احنا معدناش اكتر من سنة وكان فيه ازمة وازمة سياسية طاحنة فالمسألة ليست العبرة ليست بالانتخاب وانما بالاداء بالرقابة بالمحاسبة بالمساءلة الانتخاب هو اجراء مهم ولكنه ليس كل الديمقراطية ما حدش يفتكر يعني ان موضوع انتخاب من في المناصب دي هو اصلا الهدف اللي احنا بنو هو هدف حد ذات نفسه شنوه مش هدف ولا حاجة هو ما هو الا وسيلة في وسائل اخرى زيها للوصول الى انك يبعان لك مسؤول النظيف شغله شفاف قدام الدولة وقدام الشعب واداءه ومراقبه بيحاسب على اللي بيعملوا وما يعودش في اي مؤسسة حد ما بالضبط كأنه ورسها منها انا عايزك بردل حضرتك مثال بدون ذكر اسماء لمؤسسات في مؤسسات في مصر بالفعل في التلات سنين دول ما كانتش بتختار رئيسها ترك لها هذا الحق اختارت الرؤساء مش عايز اقول لحضرتك كانت النتيجة كارسية بعد شهرين ثلاثة الناس غرجت وقال له اخرج يعني في بعض المؤسسات الصحفية على سبيل المثال ما كانش رؤساء التحرير بيتم انتخابهم لا حصل انتخاب لرؤساء التحرير وللأسف شهر اثنين ثلاثة الناس اللي انتخابوه خرجوا من مكتب وقالوا ما ترجعش تاني رئيس تحرير لان المسألة ارتبطت بالأداء ارتبطت بالرقابة اللي احنا قلنا عليه فالانتخاب في حد ذاته ليس هو كل الديمقراطية ولا جوهر الديمقراطية وانما آلية وزي المسألة الكبيرة الاهم اللي انت ذكرته الرئيس الجمهورية انت عندك عشر اجراءات للممارسة الديمقراطية من بينها الانتخابات الانتخابات هي آلية من ضمن عشر آليات للديمقراطية مفهوم هنروح بقى على البريكوساير وبعدين نرجع نحفر في الحتة تعالى العلاقة المعقدة اللي بين رئيس الوزراء والبرلمان ورئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر